النهاردة بعيدا عن الانتصار المهم للأهلي فيه ثلاث لقطات ممكن نعلى عليهم أو لقطتين والثالثة ممكن تعتبرها من ضمن اللقطات دي اللقطة الأولانية هي لقطة محمد هاني بعد ما سجل الهدف الثاني للأهلي محمد هاني أول هدف بيسجله من فترة طويلة جدا مش عارف بالزبط من إمتى بس هنعرف دلوقتي من فترة طويلة قوي لأنه مش معتاد أنه يسجل جوال لكن في الظروف اللي زي دي لما واحد بيسجل أنت بتستنى منه أن يحتفل أن يكون فرحان طبعا فيه معطيات كتير قوي منها أن أنت مودع بطولة أفريقيا ومنها ربما الوضع العام المرتبط بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لكن محمد هاني كان احتفاله مجرد بس أنه مشي خطوتين ثم سجد اللعب اللي بيسجل هدف لأول مرة من أغسطس عشرين عشرين ما أظهرش احتفال خالص يستحق الأمر فرحة ما فرحاش محمد هاني لو هنروح لمحمد مجدي أفشا اللي استبدل ونزل مكانه أليو ديانج في الدقيقة 63 من زمن المباراة هنلاقي برضو أنه محمد مجدي أفشا عبر عن يعني ضيقه من التغيير وقال ليه أنا ليه أنا ما عملش تصرف خارج لكن أشار إلى ضيقه لحد ما وصل عند مارسيل كولر وبرضو تكلم كلمة كده خفيفة مع بعض ورح قعد النقطة الثالثة بتاعة الطهر لو هنعتبرها يعني بس هو أشار إشارة النصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولم يحتفل احتفالا كبيرا اللي عايز أقوله في القصة دي فيه لعيبة كتير قوي بتتدايق وده عادي من فكرة عدم المشاركة المنتظمة من فكرة الاستبدال من فكرة البقاء كثيرا على مقاعد البدلاء فبتبعوا بتتدايقها من ده دي حاجة من ثلاث حاجات ممكن تبعوا بتدايق أي لعيب يعني اللعيب بيتدايق من إيه لو المدرب ما بيشاركوش لو مرتبه بيتأخر عليه لو مستوى بحش دول التلات حاجات اللي بيخلوه مش مش راضي بتلاقيه مكشر جوا أرض الملعب لكن أعتقد يعني أن فكرة أن انت ما بتشاركش بانتظام أو بتستبدل أو ما بتلعبش التسعين ديها بشكل متتالي في فريق زي الأهلي أمر ممكن أو مهم أن يكون مفهوم مهم أن هو يكون مفهوم خصوصا أن كل مركز في الأهلي مليان لعيبة مليان لعيبة فكرة الترابط جوا الفريق بتبان في لقطات زي دي مهمة جدا أنه اللعيبة تبقى حسة بالترابط والوحدة وأن أنا دوري جاي سواء لعبت أو ما لعبتش فالفريق كله هو الأهم والقناعة بفكر المدير الفني وده اللي هي ودينا لحاجة حصلت مبارح في اجتماع لجنة التخطيط مع المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بوجود رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب شكرا